أعلن رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك عن حكومته الجديدة والتي شملت تعيين جبريل إبراهيم زعيم حركة العدل والمساواة المتمردة في دارفور وزيراً للمالية ومريم الصادق المهدي من حزب الأمة وزيرة الخارجية وكان المجلس السيادي الحاكم في السودان قد أشار إلى إعطاء موافقته لتشكيل حكومة جديدة ستضم وزراء من مجموعات التمرد والمعارضة تماشياً مع اتفاق السلام الموقع في تشرين الأول أكتوبر الماضي ترجمة نانسي قنقر